موسيقى موسيقى طيب الله وقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم كشك الصحافة والتي نبدأها كالعادة بأبرز العنوين من صحيفة الأيام أدوية ومركز صحي لمنطقة في لحج عقب وفاة طفل متأثرا بسوء التقضية موسيقى الصحافة الفرنسية الأمم المتحدة توجه نداء عاجلا إلى المتحاربين اليمنيين موسيقى وفي أخبارنا المنوعة شرطة اندونوسيا تعتذر عن استخدامها ثعبانا أثناء التحقيق مع مشتبه موسيقى أهلا بكم في الذكرى الثامنة لثورة فبراير ما تزال هناك العديد من الصور التي يصعب نسيانها ومن اللحظات التي يحال تجاوزها فمن له القدرة على نسيان تلك المرأة التي وثقت الكاميرا لحظة سقوطها في ساحة الحرية بتاعز بينما الثوار يؤدون صلاتهم وقد تحدثت ابنتها لموقع المشاهد نت والذي عنوان ابنة الشهيدة تفاحة الثورة أنا وأمي وفبراير تقول إسراء طيب ابنة الشهيدة تفاحة العنتري بوجود أمي كنت طفلة وبرحيلها كبرت عشرين عاما سقطت تفاحة جراء وقوعي قذيفة على فندق المجيدي في ساحة الحرية بتاعز يوم الجمعة الحادي عشر من نوفمبر 2011 وتروي إسراء تفاصيل رحيل والدتها بالقول في صباح تلك الجمعة اتصلت بأمي وأثناء الحديث معها فجأة أسمع القذيفة والصراخ وأصوات التكبير وكل شيء هناك مباشرة اتجهت للساحة أبحث عن أمي بين النساء لم أجدها بقيت أسأل عنها وتأتي أجوبة متعددة قد تكون ذهبت مع الجريحات وآخر يقول ربما جريحت في النهاية ذهبت إلى المستشفى وصلت باب طوارئ النساء وعرفت أنها هناك تمنيت رؤيتها لكن الطبيب منع ذلك ظلت إسراء أمام باب الغرفة وهي على يقين بأن والدتها قد توفيت ولم تمر سوى دقائق حتى أخبروها أن والدتها توفيت بالفعل أكملت إسراء دراستها الجامعية وتزوجت وصارت أما لطفلة لكنها تقول عشت كل أفراحي بمفردي لذا كانت أفراحي ناقصة وكل يوم كان يمر وكل ساعة أكبر فيها يزداد احتياجي لأمي فقط أمي التي تسكن داخلي أسمع صوتها وألتمس وجودها رغم بعد الجميع هي لا تبتعد أبدا عن وجدانه لم يحن وقت المغالطات التاريخية عن ثورة فبراير تحت هذا العنوان كتب عبدالله السامع مقاله المشهور في موقع يمن مونتور مضيفا عندما رأى صالح اليمنيين بمن فيهم أنصاره يرسمون إطار الدولة اليمنية الحديثة والتي بكل تأكيد لن تقبل رئيسا لها مهما كان الأمر جن جنونه وقرر اللجوء لآخر أوراقه وهي الورقة العسكرية لأنه لا يوجد طريقة أخرى لإفشال مؤتمر الحوار الوطني طالما والجميع شاركوا في صناعة مخرجاته ورغم خطورة الخيار العسكري إلى أنه كان آخر الخيارات المتاحة لصالح فهو لا يريد استفتاء على الدستور ولا يريد قيام الدولة الجديدة أساسا وكان يعلم أن أي تأخير في استخدام الورقة العسكرية قد يفقده السيطرة على جيشه الذي بناه طيلة فترة حكمه لأن قيام دولة جديدة يعني أيضا تشكيل مؤسسة عسكرية جديدة وهذا الأمر سيفقده جيشه الذي لطالما جعل ولاءه لشخصه وليس للوطن وضع صالح جيشه بكل ترسانته العسكرية تحت أمر الحوثيين الذين كان أكبر أهدافهم حينها السيطرة على منطقة واحدة في عمران فوجدوا عمران بكلها تحت سيطرتهم خلال فترة بسيطة دفع صالح الحوثيين للتوجه نحو صنعاء وكانوا خائفين من تلك الخطوة إلا أنه عززهم بالجنود بعد أن استبدلوا زيهم العسكري وكثف اتصالاته بقبائل محيط صنعاء لإقناعهم بعدم اعتراض الحوثيين كما أنه كان يخشى أن يتراجع الحوثيون عن هذه الخطوة وسخر منهم ليستفزهم على مواصلة تقدمهم للسيطرة على العاصمة مش حاربي وارقودي؟ وعندما سيطر الحوثيون على صنعاء كان صالح يقاهقه بأعلى صوته وهو ينتقم خصومه وعبادة تراكم الأحداث واندلاع الحرب أعلن صالح بشكل مباشر شراكته مع الحوثيين ومنحهم كل مقدراته العسكرية والمدنية ولم يترك لنفسه إلا القليل ظنا منه أنه لن يفقد سيطرته على ما منحه للحوثيين فاستغل الحوثيون ذلك واستبدلوا أنصار صالح بأتباعهم في المؤسسات المهمة وعندما وصلت اعتداءات الحوثيين وإهاناتهم إلى أقرب الناس لصالح قرر أخيرا أن يواجههم فكان أحد ضحايا هذه المعركة الأقصر بين كل معركة مخازن الجيش الذي منحها صالح لمليشيا الحوثي لم تنتهي بعد وكلما تقدمت المعركة كلما كشفت عن مخازن جديدة ففي معركة حجور تم العثور على مخزن وفقا لموقع الصحوانت حجة قبائل حجور تنتزع مواقع استراتيجية من الحوثيين وتعثر على مخزن أسلحة وفقا للموقع فقد تمكنت قبائل حجور بمحافظة حجة من السيطرة على عدة مواقع استراتيجية بمدرية كشر ودحر الميليشيات الحوثية منها إثرى هجوم شنته القبائل تكبدت فيه الميليشيات خسائر كبيرة وأشرت المصادر إلى أن القبائل عثروا في موقع القيم الاستراتيجي على مخازن أسلحة كانت الميليشيات كدستها في منازل عدد من عناصرها وأحرزت قبائل حجور خلال اليومين الماضيين انتصارات كبيرة ضد الميليشيات وتحولت خلالها معادلة الحرب التي جعلت الميليشيات في حالة دفاع وانكسار متواصل بينما تواصل القبائل هجماتها ضد الحوثيين الذين سقط منهم العشرات من قتيل وجريح وأسير لم تذكر الصحف حتى اسمه واكتفت بالقول إن طفلا توفي في منطقة تابعة لكرش جراء إصابته بسوء التغذية وعقب ذلك تحركت الجهات الرسمية فهل كانوا بحاجة إلى وفاة أحدهم كي يلتفتوا إلى المنطقة المحاذية للحرب عنوانت صحيفة الأيام أدوية ومركز صحي لكرش عقب وفاة طفل متأثر بسوء التغذية قالت الصحيفة إن مدير عام مكتب الصحة والسكان بمحافظة لحج عارف عياش وجه بتسيير عربة إسعاف محملة بالعديد من الأدوية ومواد التغذية إلى القرية المستهدفة بمنطقة ذر في كريش واستحداث مركز صحي بالمنطقة لبعد المركز الصحي الأساسي عن العديد من قرى المنطقة وأصدر مدير مكتب الصحة بلحج توجهاته تلك خلال نزوله بمعية فريق طبي من الترصد الوبائي إلى منطقة ذر في كريش عقب الإعلان عن وفاة طفل جراء الإصابة بسوء التغذية وكشف الفريق الطبي عن وجود العديد من حالات سوء التغذية المتوسط بين الأطفال في منطقة ذر في كريش صراع ومشاريع تحت هذا العنوان كتبت نبيلة الزبير مقالة في الموقع بوست مضيفة مشروع الحوثي الذي يصنف نفسه ضمن محور المقاومة هذا المشروع يجني ثماره دون منتظار للنصر الساحق الماحق الباتر للخصوم يثمر بمجرد استمرار الحرب واستثمار المعاناة الإنسانية وها هي إيران تخض مفاوضاتها مع محور الشيطان الأكبر بقوة حزب الله في لبنان وصمود الشيعة الشوارع في اليمن كما يصفونهم مشروع الحوثي معلوم وواضح ومفهوم فما هي مشاريع قوات المعسكر المقابل المشتركة؟ فيما عدا مكونات الشرعية التي مشروعها استعادة الدولة ما هي مشاريع الكيانات الأخرى؟ مشروع المجلس الانتقالي استعادة شطر من الدولة دولة هي بقضها وقضيدها رهن انتصار في حرب على الانقلاب ووقوفه ضد شرعيتها ووقوف في الواقع مع الانقلاب وانتصار له أم يرهن في استعادة دولاتها على وعد من أحد معطيين؟ انتصار الحوثي وفي هذا الانتصار لن يفوز سوى بشمال اليمن ما هو مشروع الأمر الواقع الذي يؤسس له التحالف منذ أربع سنوات عبر تبنيه ودعمه لميليشيات ومشاريع موازية للمشروع الأصل وللهدف المعلن لتدخل هذا التحالف وحربه في اليمن؟ هدف استعادة الدولة وتمكين الشرعية ما هو مشروع أنصار صالح؟ هل سيبنون دولة تخصهم بعدما ينتصرون في حرب يخوضونها ضد الشريك السابق الحوثي؟ ثم حرب يضطرون لها ضد الشريك الأسبق المشترك كل مكونات الشرعية ثم ينتهون إلى حرب الوحدة أو الموت ضد الشريك الآن الانتقالي؟ ما المدى الذي يمكن لهم أن يقطعه سيراً وبالمرور بكل تلك المحطات بالضرورة ليبلغوا هدفهم ويحققوا مشروعهم باستعادة دولتهم أو دويلتهم؟ وأين سيقفون وحتماً دون تحقيق ذلك؟ هل يرمون فعلياً لمشروع ديولة؟ أم أن المسألة لا تعضوا أن تكون مجرد ضواء تحت مشروع التحالف الذي كفل لهم وجوداً مستقلاً لا يضطرهم للاحتياج لحكومة الشرعية؟ وأخيراً المرجعيات مشروع دولة ما هي مشاريع من يعدون المرجعيات عائقاً؟ يشتغلون على هدمه سر وعالانية أصدرت الأمم المتحدة نداء عاجلاً إلى المتحاربين اليمنيين بحسب صحيفة لوفيغارو الفرنسية من أجل الوصول إلى مخازن الحبوب المهمة في الحديدة محذرة من خطر تعفن هذه المواد الغذائية التي ينتظرها الملايين من المدنيين وقال الوسيط بالأمم المتحدة مارتين جريفث ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للإشيون الإنسانية مارك لوكاك الحاجة الملحة للوصول إلى مطاحن الدقيق في الحديدة تزايد يوماً بعد يوم وأضافه في بيان مشترك بعد أن تنبه إلى خطر تعفن المواد الغذائية مخزون برنامج الغذاء العالمي يمكنه أن يغذي 3.7 مليون شخص لمدة شهر لكنهم لم يتمكنوا من الوصول إليه منذ خمسة أشهر وقد يتعفن مسؤول الأمم المتحدة قالوا أيضاً أن الوصول إلى مخازن الحبوب هو مسؤولية طرفي النزاع قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسف أن عشرات الآلاف من الأطفال يجري استغلالهم ويستخدمون كجنود في نزاعات مسلحة بجميع نحاء العالم وتعنون صحيفة القدس العربي الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر وتحذر من تجنيد الأطفال وطبقاً لتقرير الأمم المتحدة يجري تجنيد الأطفال الذين يعيشون في المناطق المحيطة بالصراعات المستمرة منذ فترة طويلة في جنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى والسومال والسوريا واليمن من قبل أطراف متصارعة في أعمال العنف وإلى جانب الإجبار على القتال يجبر الأطفال أيضاً على العمل في طهي الطعام أو جمع الأخشاب وهناك فتيات يجبرن على الزواج من المقاتلين بينما يتعرض الأولاد والبنات على حد سوى للإيداء الجنسي ومن الصعب تحديد أرقام دقيقة لكن التقديرات التي ذكرتها اليونسيف تقول إن هناك ما يصل إلى 250 ألف طفل مجند حول العالم من ينتشلنا من هذا الظلام الدامس؟ تحت هذا العنوان كتب توفيق رباحي مقاله البنشور في القدس العربي هي ثلاثة نماذجة سياسية لكنها معبرة عن حالة عامة والأهم أنها كفيرة بقتل الناس يأساً وإحباطاً في العالم العربي هذه الأيام عمر البشير في السودان عبدالعزيز بوتفريقة في الجزائر وعبدالفتاح السيسي في مصر يشترك الثلاثة في الكم الهائل من الخفاقات التي جلبوها لبلدانهم وفي حبهم الشديد للسلطة وتمسكهم بها تحت شعارات الاستقرار والاستمرارية والأخطار الخارجية رغم أن البلدان الثلاثة ذاهبة بخطاً ثابتة نحو المجهول إذا أضفنا النماذج الثلاثة أعلى إلى ليبيا وسوريا واليمن وأزمات الأردن والمغرب والفلسطينيين المزمنة ووجاع الخليج التي لا شفاء منها سنكون أمام لوحة لنكسة جديرة بالقرون الوسطى بينما يسير العالم من الصين إلى أمريكا مسابقاً الزمن نحو التقدم بكل أنواعه أصل البلاء سياسي لأن الحكام يصلون إلى كراسي الحكم غالباً عن طريق الصدف والدسائس وعندما يسلمون الحكم أو يستولون عليه يجدون أنفسهم بلا كفاءة ومن دون برامج ومن دون خطط اقتصادية وعلمية وبعد أن يثبتوا في الحكم ويطول بهم الزمن يتكون لديهم إيمان بأنهم الأفضل لحكم البلد والأجدر بذلك وما دونهم خليط من الفاشلين والخونة والمتآمرين ولهذا يبدو مصطلح ثورة قليلاً وامتأخراً في الأوضاع المزرية التي تعيشها منطقتنا هذه ثورة لن تكفيها لأنها أصبحت بحاجة إلى معجزة متعددة الأوجه لتنقذها مما هي فيه إذا لم تتعلم الأنظمة الحاكمة من تجارب الآخرين القريبة والبعيدة فعليها أن تستعد ليوم الانفجار الأكبر قد يتقدم أو يتأخر قليلاً لكنه حتماً قادم وثمنه سيكون باهضاً السبب واضح وهو أن الأصوات التي لا تتوقف عن التطبيل للحاكم مضللة وليست هي الأصل وليست الأغلبية ناهيك عن أنها بطبيعتها قابلة للتقلب 180 درجة مع أن يقترب هذا الحاكم من السقوط لتضع نفسها تحت تصرف الحاكم المقبل قال متحدث باسم شرطة إقليم بابويا الاندونوسي أن الشرطة اعتذرت بعدم استخدام استخدام المحاققين ثعباناً أثناء محاولتهم من حصول الاعترافات من شخص يشتبه في أنه لصن للهواتف الجوالة وعنونة صحيفة الشرق الأوسط شرطة اندونوسيا تعتذر عن استخدامها ثعباناً أثناء التحقيق مع مشتبه به وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على الانترنت شرطة منطقة غايا واياغيا وهي تقوم بلف ثعبان حول عنق المشتبه به بينما كانت تحقق معه ويمكن في مقطع الفيديو سماع شرطي وهو يسأل المشتبه كم مرة سرقت هاتفاً جوالاً وقال سوريدي ديزار المتحدث باسم شرطة بابيا لقد رأى كثير من الناس تصرفه ولكنه لم يعترفه ما جعل ضابط الشرطة غاضباً الطريقة خاطئة وقد اعتذرنا عنها كما أن ضابطاً قد خضع للتأذيب وقال سوريدي إن الثعبان مروض ويتم الاحتفاظ به في مركز الشرطة منذ وقت لتخويف الذين يتسببون في كثير من الأحيان بمشكلات في الحي وعادة ما يفرون بعد رؤية الثعبان نقرى في صحيفة التايمز مقالاً لتوم بارفيت بعنوان روسيا تعيد 27 يتيماً من أشبال الخلافة إلى البلاد وقال كاتب المقال إن مجموعة من 27 طفلاً لعناصر من تنظيم الدولة الإسلامية تم نقلهم إلى روسيا على طائرات حكومية وأضاف أن الأطفال الذين تتراوه عمارهم بين أربعة إلى ثلاثة عشر عاماً كانوا يعيشون مع أمهاتهم في سجن بغداد ويعيشون حالة من الصدمة جراء ظروف الحرب الدائرة هنا كما أن الكثيرين منهم فقدوا آباءهم جراء القتال وأضاف أنه سيتم تسليم هؤلاء الأطفال لأقاربهم أو ستتبناهم عائلات تم اختيارها مسبقاً وأن الكثير من هؤلاء الأطفال يعتقد أنهم من شمال كاكوس في جنوبية روسيا حيث يعتقد أن أربعة ألاف وخمسمائة شخص غادروها إلى سوريا والعراق خلال السنوات الماضية وأشار إلى أن الرجال الذين غادروا روسيا للمشاركة في الحرب الدائرة في سوريا والعراق استحبوا معهم زوجاتهم وأولادهم كما أن البعض من أطفالهم ولدوا في ظل حكم تنظيم الدولة ونقل كاتب المقال عن سوكرينيسكا مديرة مركز التحليل الأزمات قولها أن الحكومات الأوروبية بدأت تفكر في إمكانية استعادة هؤلاء الأطفال إلا أنه ينظر إلى هؤلاء في الغالب على أنهم تهديد أمني أكثر من كونهم ضحايا وختمت أنه في حال تركنا الأطفال للروس في دار الأيتام في الشرق الأوسط وفي السجون فإنهم سيصبحون أشخاصا غاضبين ومحبطين من روسيا تلتقط عدسات كاميرا المحترفين في صحيفة الديل تليغراف صورا ساحرة لحيوانات في الوقت المناسب وأخرى متنوعة نعرضها لكم في جولتنا المصورة لهذا اليوم ترجمة نانسي قنقر ماذا تقول لنا ريشة اليوم؟ هذا ما نعرفه من خلال رسوم الكريكاتير التي تنشرها الصحف نتعبه موسيقى بهذه الرسوم الكاريكاتورية المعبرة نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كوشك الصحافة نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء موسيقى 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 موسيقى